وحن أترجم قسيباً من العربية إلى اللغة الفرنسية ولأن التونسيون يحبون فلسطين ويؤمنون بالطالجة سبسطينية مثل أن المستيد أحمد إبراهيم في آخر خارج لهو قبل أن نقول في فكار أوري يوم الأرض يوم 30 مارس يعني خرج مارسا في تونس ومشى في تونس من أجل القضية فاخترت أن أترجم قصيداً بعنوان في القدس للشاعر الراحل العربي الكبير محمود دميش لدي قال أنه شخصياً لم يرفع من فكار أوريس في القدس أعني داخل السور القديم أسير من زمن إلى زمن بلا ذكرى تصويبني فإن الأنذياء هناك يقتسمون تاريخ المقدس يصعدون إلى السماء ويرجعون أقل أحباطاً وحزناً فالمحبة والسلام مقدسان وقادمان إلى المدينة كنت أمشي فوق من حذر وأهل السور كيف يختلف الرواد على كلام الضوء في الحذر؟ أمن حذر شريف شريف الضوء أن دلع القروب؟ أسير في نومي وحملق في مناني لا أقرأ أحداً ورائي لا أقرأ أحداً أماني كل هذا الضوء لي أمشي أخف أطير ثم أصير غيري في التجلي تنهد الكلمات كالأعشاب من فمي تشعي النبوي إن لم تؤمنوا لن تأمنوا أمشي كأني واحد غيري وجرحي وردة بيضاء إنزلية وإلاي مثل حمامتين يا أبا الصليل تحلقاني وتحملان الأرض لا أمشي أطير أصير غيري في التجلي لا مكان ولا زمان فمن أنا؟ أنا لا أنا في حضرة المعراج لكني مفكر وحده النبي محمد كان يتقلم الغربية الفصحى وما لا بعد؟ ما لا بعد؟ صاحت فشرة النزلية هو أنت ثانية أنا معقل؟ قلت قتلتني ونسيت مثلك أن أموت كان هذا المص بلغة الضال والآن سأطلوه عليكم بلغة بودلاف وغربو مع العلم أن محمود دارويش كتب أحد عشرة كتابة في باريس ويعتبر حلقته بالأدب الفرنسي علاقة يعني تكتبه وجودية لأنه كان شاعراً عربياً ولكنه صار شاعراً كونياً عندما سكن باريس أجلو الآن أجلو الآن أجلو الآن ′اء Regina في برغة ضمن أجل أخربر أجلو الآن أجلو الآخرون หبتن أن نفسهم تجيل سمس أنتهها المدلاقة أجلو الآن انهرب نكم give المترجم للقناة 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 شكرا